السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية إضافة بطاقة بنكية للدفع عن طريق سامسونج باي أو محفظة سامسونج فلا تنسون دعمنا بالله كل اشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شابة جدا بسيطة كل عليكم تسمونها تدخلوا على تطبيق محفظة سامسونج فعشان نضيفون بطاقة بنكية تضغطون علامة تزاعد هذه وبعدين من هنا تروحون على أول خيار اللي هو بطاقات الدفع فهنا عندكم خيارين الخيار الأول انكم تصوروا البطاقة أما الخيار الثاني اللي هي إضافة البطاقة يدويا فرح نختار الخيار الثاني بعدين رح يطلب منكم تسجلون رقم البطاقة في أول خيار وتسجلون اسم حامل البطاقة أيضا يا شاب رح يطلب منكم تاريخ انتهاء البطاقة والرمز اللي يكون خلف البطاقة وبعد ما تخلصون تضغطون التالي بعد ما تضيفون البطاقة يا شاب بهذه الطريقة تضغطون موافق بعدين يا شاب هنا تضغطون طلب مكالمة التحقق بعدما توصلكم مكالمة تسجيلون الرمز اللي وصلكم هنا فالآن يا شباب عشان سجل الرمز اللي وصلنا هنا لازم ندخله على تطبيق الراجحي لو تلاحظون يا شباب وصلنا الآن هذا الطلب على حسابنا في الراجحي كل عليكم تسوينا تضغطون قبول بعد كده يا شباب تسجلون الآن الرمز اللي وصلكم هنا بعدين تضغطون إرسال كذلك الآن يا شباب تم تفعيل بطاقة في سامسونج باي الآن نضغط الأخيار تم وصارت عندنا موجودة بهذه الطريقة فعشان تدفعون عن طريق البطاقة كل عليكم تسوين وضعطون عليها وبعدين تضعطون على خيار الدفع فهذه كانت طريقة شاب كل اختصار لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة